السلام عليكم ان شاء الله تكونوا لابا سنة رجبت لكم الصابلي بحلة جديدة كما خدمت لكم كما تشوفوا الزينة اللي مرفوق شوكولات استعملتها بترانسفير شوكولات كنت اضطت لكم الطريقة اللي خدمت بها وعتكم اني نضع لكم الصابلي كما تشوفوا الصابلي بما يخص الوصفة سوف نضع لكم الرابط الفيديو انا استعملت نفس الوصفة لكن استغنيت على الخميرة الكيميائية يعني الوصفة هي نفسها لكن استغنيت فقط على الخميرة الكيميائية سوف نخلي لكم الرابط انتحها في صندوق الوصف بعد ما طبعتها كما شتور سندخلها الفرن و بعد ما طب نخليها تبرد تماما و بعد ما نحاول لسه كل اثنين بالمعجون كل زوج حبات صابلي سوف نحن لسه خم معشون معجون خففته بشوية ما زهر من بعد راح نجيب شوكولات بيضاء و نذوبها على حمام مائي الطريقة الصحيحة كيف هذوب شوكولات حطيتها لكم في القناة و راح نعود نزيد نحط لكم الرابط في صندوق الوصف ذوبتها بدون اي اضافة كيف هذوبت الشوكولات الرابط اللي هنحط لكم استعملت طريقة كيف هذوبت شوكولات سوداء و اعتقدوا نفس الطريقة راح نذوب بيها البيضاء المهم بعد ما طبعتها كما شتور خليتها كشغل نشفت نصف نصف و بدت نحط في الشوكولات اللي استعملتها هنحط لكم الرابط في صندوق الوصف كيف تحصلنا على هذا الشكل من بعد انا كما كم تشوفوا راني استعملت بالعود الاسنان باش برك نثبتها باش ما باش ما تفزدليش مايروحليش هذك البريق كما كم تشوفوني اكسمت لكم الحبة باش تشوفوا المصدقية سابلي راح يجيطرية باش ما تدخوش ما تقولوش كيف سابلي ما فيش بيض ما فيش خميرة راح يجيطرية بس راني اكسمت لكم الحبة باش تتأكدوا من مصدقية الوصفة هذي هي البنات سابلي بحلة جديدة ان شاء الله تطبقوها وتخليوا لتعليق اسفل الفيديو ما بقالي غير نقول لكم طلعوا في رواحكم في امان له واللي راهي جديدة معنا مرحبا بها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة